لكن توتنهام والليفر بعيد عن الله والمصلحتنا لما يبقى توتنهام يتأهل عشان يواجه ليفر بول عندنا أمل إن شاء الله تعالى إن محمد صلاح نجمينا المتقلق إذا كانت الظروف عكسته في الفاينال سنة الماضية السنة إن شاء الله يوفق بس الصلاح كمان قدم درس تاني في إنه يلبس تي شيرت أبدا لن نستسلم ويقعد في المدرج واللعيبة تقول إحنا برضو استلهمنا روح التحدي من أمير صلاح وهو يقعد في المدرج ويقول إن أنا كنت مهتم جدا إن اللعيبة تشوفه الجمهور يعيش لحظة الصمود لأنه أصلافكرة البناء النفسي دي مش سهلة كان ممكن تكمل بالشكل اللي يكمل ممكن ما تجيش بس في النهاية في صلابة نفسية في عزيمة بجد في روح كويسة وفي مدرب شال كل الضغوط فالمسألة مشيت كان ممكن أي واحدة من دول ما تدخلش مش معناها إنه ليفربول أثر ولا في الوضع الحالي معناها إنه برشلونة نهار الناس دي بتتعامل بحضرية شديدة جدا وحط الكرة في وضع الكرة عشان كده جمهورهم في منتهى الوعي والتحضر بيسقف لهم وبيحييهم نتمنى إنه نحن نتعلم ونتعلم كمان جمهورة سقفك وحياك وكان عندك إعداد نفسي وقدرت تقدم مباراة طيبة اللي حصل هناك هو اللي مش طبيعي لازم أنا بفتح الموضوع ده ليه؟ عشان ما يبقاش ده فرصة كمان للانقطاب كل ثانية والتانية إيه في إيه يا جماعة ده أنتو نقاط يعني حتى لو اختلافنا في مشاعرنا وفي توجهاتنا بس لا فيه ليكوا عندنا رصيد ما ينفعش يبقى بنشتغل بتليح كلام ولو فيه درس كمان لحظوا إنه فاينال دوري أبطال أوروبا يبقى إنجليزي خالص مورينيو قال إنه ده بيأكد قوة الدوري الإنجليزي وقوة التصادمات اللي حصلة فيه إنه في النهاية بينتج فرقتين عندهم هزي القوة ويصعدوا للنهائي ده درس كمان دوري أبطال أوروبا إن البطولة يكون لها هذا الزخم وهذا التأثير على مستوى الكرة الأرضية دي رسالة للانتحاد القرى بتاعنا هكذا يكون تنظيم البطولات دور على بطولاتك الأفريقية كله عنده فير شانس فير بلاي مناخ طيب مناخ صحي ما عندوش المشاكل اللي عايشانها ليل نهار إحنا عايشين في مشاكل ليل نهار يعني أصبح التعامل في المشاكل أكتر مع التعامل في متعة المباراة نفسها رغم أن عندنا منتج النهاردة نقدر نقول إنه ممكن يبقى منتج قوي جدا ترجمة نانسي قنقر